ينضم إلينا من الناصر عبر سكايب نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلي ألا بك سيد نظير على شاشة الغد هل في البداية كانت تصريحات منصور عباس مفاجئة هذه المرة؟ نعم أعتقد أنه أولا مفاجئة لكنه بالغ جدا في تصوير الموقف وقال أمورا من الممكن أن يمكن أن أفهمها إذا قالها مسؤولون في اليمين الإسرائيلي والحكم في إسرائيل نحن معتدون المواطنون العرب في إسرائيل معتدون على تصريحات من القيادة الإسرائيلية التي دائما تهددنا بالرحيل من الوطن إذا لم نقبل يهودية الدولة النائب منصور عباس ليس فقط قبل هذا التصريح بل أنه وضاف إليه جملة غريبة عجيبة قال فيها أن الخوض مع إسرائيل معركة وجودية في هوية الدولة من يريد أن يدخل في مثل هذه المعركة فليتنازل عن مواطنته في إسرائيل يعني يقول لنا نفس الكلام الذي قيله بحث أعتقد أنه بهذا مختل منصور عباس يقوم بمهمة إيجابية جدا وضرورية جدا في تغيير تعامل الحكومة الإسرائيلية مع العرب في إسرائيل ولكنه يتجاوز خطوط حمراء عديدة في الموقف السياسي الوطني الفلسطيني هل لهذا جاء هنا الإسرار من قبل منصور عباس سواء بشأن موقفه من اللغة العربية أولا ومن ثم الآن في هذا الموقف باتجاه حول يهودية الدولة الإسرائيلية يعني توجد لديه تصريحات مختلفة من الممكن النقاش عليها أنا لا أشك أبدا في وطنيته الفلسطينية وانتمائه إلى الأمر العربية ولكن يوجد لديه تصريحات يمكن أن يفهم أنها كما لو أنها ضريبة لوجوده في الحكومة أنا أعتقد أنه هو موجود في الحكومة تعبيرا أولا عن إرادة ناخبين الذين أوصلوه إلى السلطة وثانيا نتيجة لاحتياجات المواطن العربي ولكن عليها أن يعرف اليهود لا يحترمون كثيرا من يتنازل عن قضاياه الوطنية وثانيا نحن كمواطنين في إسرائيل لدينا واجب تجاه شعبنا الفلسطيني وحتى تجاه كل شعوب المنطقة من أجل السلام الحقيقي يجب أن نبقي قضية فلسطين في رأس الاهتمام وبالطريقة السليمة لا نتنازل عن الأمور الجوهرية مثل اللغة العربية وانتمائنا للبلاد والوطن والإشارة إلى أن قضية يهودية الدولة تلحق ضررا في فلسطينية الفلسطينيين فيها وكذلك في قضية شعبنا في الجهة الأخرى الذي يعارض هذا الأمر هذه قضايا من الممكن أن تكون للمفاوضات ولكن لذهاب جدلا أنه يريد أن يقول ويؤيد فكرة الدولة اليهودية لا يحق له أن يقول لتنازع عن مواطنك إذا كنت معترضا على ذلك طيب أمام هذه المواقف والمحتج عليها أصلا ماذا فعلت القوى العربية لمواجهة أفكار عباس وكيف لم تستطع حتى الآن الحزاب العربية من ثانية أو حتى كبح جماحها في الواقع نحن نحاول أن نكون حاذرين في التعاطي مع كل قضية الخلافات السياسية بين القوتين المركزيتين التي تقودان النضاء الوطني للعرب في إسرائيل القائمة المشتركة من جهة والقائمة الموحدة والحركة الإسليمية من جهة أخرى نحن نريد لهما أن يكمل بعضهما البعض وأن يكون مستوى النقاش بينهما مراقيا ومفيدا لمعركتنا ما يجري اليوم هو أن هذا يذهب إلى اتجاهات ومستويات متدنية يلحق ضررا بنا نحن نريد أن يكمل بعضهم بعضا جهة تقوم بالنضال من خلال المعارضة والشارع وكل الطرق التي تتبعها القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودي وأحمد الطيبي وسامة بشحادي من جهة والقائمة الموحدة فلتواصل معركتها من خلال الاتلاف الحكومي لكن لا هذه تطعن بتلك وتتهمها بالقيانة لأنها دخلت الاتلاف فدخولها الاتلاف ضرورة جدا لحقوقنا اليومية ولكن كيف يمكن استكمال هذه الأفكار وهناك تناقضات ما بين عباس والحزب الآخر نعم هذه المشكلة أن التناقضات تزداد وتتسع وهذا يرحق ضررا في العمل السياسي يعني المواطنون عارف إسرائيل لديهم طريقة للتعبير عن احتجاجهم على انخفاض وتدني مستوى النقاش بين القوتين والمركزيتين حينما الانتخابات ببساطة لا يذهبون الانتخابات وهذا حصل في الانتخابات الأخيرة نحن نعرف أن قوتنا الانتخابية كانت 15 مقاعدا في الكنيزة الجمهور عندما رأى أنهم ينفصلان عن بعضهمها البعض احتجوا على ذلك عن طريق عدم الذهاب إلى الانتخابات وضبطوا من 15 إلى 10 مقاعد هذه طريقة العقاب التي استخدمها الجمهور العربي في إسرائيل إذا استمروا في هذه الطريقة بالتأكيد سيكون هناك عقاب جدي من الجمهور لهما كلاهما أو لمن يكون مذنبا أكثر من بينهما السيد نظير مجلي الخبير في أشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة شكرا جزيلا